كما تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الصوت المعبر عن مجتمع الأعمال بأنشطته وقطاعاته الحيوية المختلفة نعم فمنذ تأسيسها قبل ما يزيد على 82 عاما تطور دور الغرفة الوطني كما ونوعا كممثل عن القطاع الخاص تبرع ضمن باقة من السياسات الهدفة في الارتقاء بمستوى سوق العمل وتدليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه أصحاب الأعمال لما فيه صالح الاقتصاد الوطني بيت التجار مظلة أصحاب الأعمال الركن القانوني الذي تجد فيه أطراف الانتاج الثلاثة راحتها كممثل للقطاع الخاص يتضح عظيم الدور الوطني الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في الارتقاء بمستوى سوق العمل وتدليل المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني 83 عاما على تأسيسها وقافلة من الإنجازات المهمة كانت وما زالت تسطرها غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تكن لتأتي لولا سياساتها الصائبة ورؤيتها الشاملة وعمق الرسالة التي تتبناها وآداؤها الوافي للمسؤولية التجارية التي أوكلت إليها وما تطلع به من خدمة كبيرة للمسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين لتعزيز موقعها الاقتصادي والاستثماري المتميز إقليميا وعالميا فالغرفة تعد شريكا فاعلا وحيويا في مسيرة النهضة الشاملة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم عملية البناء والتطوير بما يفيد المسيرة الوطنية ويزيد من قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية على المستوى الدولي برامج أهداف سعت إلى تنفيذها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ قيامها وجهت لدفع العجلة الاقتصادية والحفاظ على حيويتها عبر تطوير العمل التجاري من خلال رفض سوق العمل والاقتصاد الوطني بالكوادر والكفاءات العمالية القادرة على إحداث التقدم المنشود وما يصاحبها من سياسات وخطط عمل تستقطب الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفر البيئة المحفزة للعمال وفي إطار من التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمضي غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو إعداد دراسات شاملة عن سوق العمل وقراءة جوانبه بشكل دوري لفهم أعمق لآليات السوق ومتطلباته بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بشكل يضمن تنظيم سوق العمل والمحافظة على مصلحة العمال وأصحاب العمل وبما يحقق المصالح الوطنية الثابتة على نحو متعادل ومتوازن يصل إلى أعلى مستويات الأمن الاجتماعي من خلال خلق الفرص الوظيفية للمواطنين بشكل مستدام ليشكل ذلك إضافة نوعية للمنجزات الوطنية التنموية لتلفزيون البحرين محمد أرشادات